تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الأسمية وتمكنت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تموينية بمضبطة بلغت أكثر من 244 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تمضبط أكثر من 107 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تمضبط قرابة 37 طن وفي مجال قضايا المخابز تمضبط 738 قضية من بينها 180 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية تمضبط قرابة 6 أطنان أقمح محلية شكرا